بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين أهلا بكم أحباء قناة ترانيم جوهرة السماء اليوم السابع من شهر باب المبارك عيده الرب علينا ونحن مغفور الخطايا والزلات يا إخوتي آمين في مثل هذا اليوم من سنة 134 للشهداء 418 ميلاديا تنيح القديس العظيم الأنبى بولد طموهي وقد ولد هذا القديس ببلدة طموه طموه إحدى كرة محافظة الجيزة على شاطئ النيل وهي قريبة من مدينة الجيزة ومنذ حداثته مال إلى العبادة والانفراد فذهب مع تلميز حسقيال إلى جبل أنصنة أنصنة مكانها حاليا قرية الشيخ عبادة على الشاطئ الشرقي للنيل مقابل ملوي وسميت الشيخ عبادة نسبة إلى إسقفها الشهيد الأنبى أباديون زي الشيخوخة الصالحة الذي استشهد في عصر ديقليديانوس ومن عظم محبته للمسيح أضنى جسده بكسرة النص والأصوام حتى ظهر له الرب يسوع قائلا كفاك تعبا يا حبيبي بولا فقال له في التضاع دعني يا سيدي أتعب جسدي من أجلك كما تعبت أنت من أجل جنس البشر وأنت الإله الحقيقي مت عنا نحن الخطى غير المستحقين فعزاه الرب وقواه ثم صعد إلى السماء ثم مضى البار الأنبى بيشوي إلى جبل أنصنة بعد غارة البربر الأولى على برية شهيد سنة ربعمية وسبعة ميلاديا واستقبله القديس بولا بفرح لأن ملك الرب كان قد ظهر له وقال له أن جسدك سيكون مع جسد الأنبى بيشوي وقد تم قول الملك استنيح الأنبى بيشوي في سبعة أبيب مية تلاتة وتلاتين للشهداء ربعمية وسبعتاشر ميلاديا ودفن جسده هناك وبعده بسلاسة شهور تنيح القديس الأنبى بولا ووضعوا جسده بجوار جسد الأنبى بيشوي وفي زمان بطرياركية البابا يوسيب الأول في الفترة من سنة تمنمية وتلاتين إلى سنة تمنمية تسعة واربعين أراد هذا البابا نقل جسد الأنبى بيشوي إلى ديره بشهيد ليكون بين أولاده ولما قام المكلفون بهذه المهمة بوضع جسد الأنبى بيشوي في السفينة تعطلت عن المسير وكان هناك شيخ القديس يدعى أرمية أخبرهم أن المركب لن تستطيع المسير بجسد الأنبى بيشوي وحده لأنه كان يوجد عهد بين القديسين الأنبى بيشوي والأنبى بولا من قبل الله أن يظل غير مفترقين في أيام غربتهما على الأرض وبعد نياحتهما فرجعوا وحملوا جسد الأنبى بولا ووضعوه في السفينة بجوار جسد صديقه الأنبى بيشوي فصارت السفينة بسلام فسبحوا الله ومجدوا الكديسين العظيمين ولما وصلوا بهم إلى دير الأنبى بيشوي ببرية شهيد وضعوهما في صندوق واحد مع بعضهما داخل كنيسة الأنبى بيشوي وما زال يرقدان معا داخل مقصورة جميلة تظهر منها بعض المعجزات والأشفية بركة صلواتهما فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا آمين سلام المسيح يكون معكم